قال وأما تكفير الخطيئات لما ذكر في البداية فلذلك لقوله صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر بالمناسبة ابن حزم وشيخ الإسلام يرى ابن حزم رحمه الله وشيخ الإسلام يرى أن الصوم يكفر حتى الكبائر ولكن الذي عليه الجمهور الذي عليه الجمهور هو أنه يكفر الصغائر دون الكبائر نهم أحاديث وأدلة في هذا ولكن لا نستغرد من هذا هذا مما يدل على عظم أجر الصائم وقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه معناه إيمانا بوجوبه واحتسابا لأجره عند ربه سبحانه وتعالى قال وأما كسر شهوات فإن الجوع والضمأ يكسران شهوة المعاصي وكذلك صح عنه عليه السلام أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء شكرا للمشاهدة